ترتد أصداء الأزمة الأوكرانية في تايوان وتثير مخاوف تايبيه من اندلاع سيناريو مماثل لا أحد يريد حرباً يجب التفكير في العواقب بدقة إذا ذهبنا إلى الحرب ستكون النتائج كارثية للجميع وسينتهي الأمر بانتصار بائس بهذه العبارات أكد وزير الدفاع التايواني أن أي نزاع عسكري مع الصين سيكلف الجانبين ثمناً باهظاً تصريحات الوزير تأتي في إطار جلسة برلمانية لمناقشة تطورات الصراع الأوكراني قال خلالها إن الأزمة دفعت المجتمع الدولي للاهتمام بشكل أكبر بأمن مضيق تايوان وخلال الجلسة حذر بكين من أن تخطئ في تقدير الموقف وتتشجع على القيام بعمل عسكري ضد تايوان أما الخارجية الصينية فاتهمت تايبيي بمحاولة استغلال الأحداث لصالحها وأكدت أن تايوان ليست أوكرانيا الجيش الصيني بدوره شدد على أنه لن يتسامح مع ما وصفه بالأنشطة الانفصالية في تايوان مؤكداً أنه سيتخذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأمن الحرب الكلامية بين الطرفين تزامنت مع تحركات صينية ترى فيها تايبيي تهديداً بعد أن أغلقت بكين جزءاً من بحر الصين الجنوبي للبحث عن طائرة محطمة لكن المخابرات الطيوانية صرحت بأن الهدف الحقيقي هو إجراء مناورات عسكرية وبينما ترفع تايبيي درجة التأهب استعداداً لأي تصعيد محتمل تواصل بكين تدريباتها في المنطقة وتشدد على موقفها الثابت أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها